هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على محافظة جدة والمراكز التي حولها في حين سجل الدفاع المدني عمليات احتجاز في أحياء بشمال جدة وتبع بركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة الحالة المطرية في المنطقة وأكدت الإمارة أن الحركة المرورية حركة ثقيلة بسبب ارتفاع منسوب المياه في دوار الكرة الأرضية حتى نفق السلام وطريق مكة القديم هذا وأخرج الدفاع المدني ثلاثة أشخاص احتجازتهم المياه داخل نفق السلام في جدة كما أنقذ أربعة أشخاص احتجازتهم المياه بوادي الأبواء شرق محافظة رابغ وباشرات فرق الدفاع المدني أيضا عدت احتجازات في محافظة العلاوة تم إنقاذ 25 شخصا